كريمة تسأل تقول ما حكم من يسمي نفسه في وسائل التواصل الاجتماعي الحمد لله أو أستغفر الله أو يضع صورته أو صورة غيره مثلا إلى آخر ما ذكرت كريمة بارك الله فيك بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي من حيث عمل الناس على قسمين قسم يفصح عن اسمه ويظهر شخصيته مثلا ولا شك بأن هؤلاء هم الذين يثقون من أنفسهم ويمارسون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الأشياء النافعة والأشياء المفيدة لماذا لأنهم كشفوا عن شخصياتهم وأبرزوا أحوالهم فلذلك هؤلاء هم الأصل وهناك أناس يعني يتسترون خلف ألقاب وخلف أسماء مستعارة مثلا أو يتقنعون بأشياء وهذا ما ينبغي ما ينبغي الإنسان يكون ظاهر وواضح ومطمئن وبالنسبة لاختيار مثل هذه الأسماء الواقع أن أغلب من يضع هذا هو لا يقصد بأنه يسمي نفسه هذا الاسم ولكنه ذكر هذا من باب حمد الله ومن باب تسبيح الله عز وجل لكن حقيقة مثل هذا أنا ما أنصح به لأنه أحيانا قد يقع في إشكالات يعني قد يقع في إشكالات مثلا ممكن أنه يعني يرسل شيء يعني غير جيد فيقال من أرسله فيقال أرسله الحمد لله لأنه ما لأسم إلا هذا أو أرسله سبحان الله هذا غلط هذا غلط إلا أن يقال أرسله صاحب الرقم الفلاني لهذا أنا أنصح بتجنب هذا لكن أن يضع الإنسان مثلا دعاء له من دون أن يكون هو الاسم لا حرج الحمد لله سبحانه لكن أن يتسمى بالحمد لله بالحمد لله أو سبحان الله هذا غلط هذا غلط قضية الصور أخت الفاضلة أيضا لا شك بأن الصور خاصة للرجال هي إثبات لحسابه خاصة إذا كان موثقا مثلا ويشير إلى أنه هو صاحب هذا الحساب وهذه شخصيته مثلا لا حرج أما المرأة فأنا لا أنصح بهذا لا أنصح المرأة أن تضع صورتها لأن المرأة مطلوبة في الغالب وخاصة إذا كان الأمر فيه تبرج أو سفور هذا لا شك بأنه الأمر عظيم الأمر عظيم ولذلك تكتف المرأة بذكر اسمها وتضع مثلا شيء مثلا مما يضعه أغلب الناس واعتادوا عليه هذا والأفضل والأكمل بارك الله فيك